بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصائح رمضانية لمرضى الربو قد تسبب بعض السلوكيات الخاطئة عند مرضى الربو تفاقم الأعراض لديهم وفيما يلي نصائح رمضانية تجنب الإفراد في تناول الأطباق الدسمة التي قد تسبب السمنة إذ تؤثر زيادة الوزن المفرطة سلبا على التنفس ويشعر الكثير من مرضى الربو بضيق في التنفس وربما حدوث أزمات ربوية بعد تناول وجبات كبيرة ودسمة أيضا تجنب أنواع الأطعمة التي تسبب الحساسية وتهيج القصبات مثل البيض والمكسرات والأطعمة البحرية والفراولة والحليب لذا يتجنب هذه الأطعمة عند المرضى الذين لديهم حساسية تجاهها ودائما وأبدا الحمد لله على نعمه مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية وإلى اللقاء مع معلومة صحية أخرى ترجمة نانسي قنقر